الى الفجيرة حيث اكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الاعلامية في تعزيز وعي افراد المجتمع وتحقيق الالتزام تجاه قضاياه والتعامل معها بمرونة وفاعلية عبر مختلف قنوات الاعلام جاء ذلك خلال حضور سموه ثالثة محاضرات مجلس محمد بن حمد الشرقي التي قدمها سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة انباء الامارات بعنوان وكالة انباء الامارات النشأة والتطور واشاد سموه بدور وكالة انباء الامارات كمؤسسة اعلامية رائدة برزت منذ نشأتها كمنصة رئيسية لقطاع العمل الاعلامي في الدولة والمنطقة مثمنا سموه دور الوكالة في نقل صورة مشرفة لدولة الامارات الى العالم والتزام المهنية في عملها على مدار عقود